حرمان من النوم والغذاء اعتداء بالسلاح الابيض والرصاص تحرش جنسي نماذج من اساليب تعذيب يقول مؤتقلون يمليون افرج عنهم مؤخرا انهم تعرضوا لها في سجون المؤتقلات طلع ابرة اول ما طلع ابرة قام ذا فيها خيط خيط هذا الخيط من نفس الحبل من نفس الحبل هذا قام خيط بلق فيه اول نودي كان ادل حد الان قرح ادل حد الان لاين ادل حمات و ادل حمات قام خيط كنت تألم كل ما قل اح كان يطعن بسكين في ظهري هذا في رقبتي ادل حد الان هذا اللي باين هنا في صدري يضع المسدس على رأسي يقول لي طلع لسانك او افرق طلقه في رأسك فكنت اقول اشهد و ادل لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله حتى كان يغمى علي عدة مرات تعددت السجون وتعددت الجهات المسؤولة عن حبس المحتجين بعضها لا تتوفر فيه التهوية والنور و ابصد ضروريات الحياة وتتصادم مع كرامة الانسان وحقوقه الطبيعية المنظمات الحقوقية رصدت مئات الحالات الانسانية التي تم انتهاك حقوقها من قبل السلطات اليمنية بعضها يرقى الى جرائم في حق الانسانية يعاقب عليها القانون المحلي والدولي و بعض الحالات فقدت صوابها واصبحت لا تعي شيئا من محيطها الاجتماعي والانساني بسبب التعذيب الجسمي والنفسي الذي تعرضت له في مراكز الاعتقال كافة صناف التعذيب اتخذت ضد المتظاهرين والشباب المعتقلين ابتداء من الحرمان من الاكل والشرب والنوم الى الوضع في زنزانات انفرادية اماكن مظلمة لعدة احيانا اشهر تؤكد المنظمات المعنية بحقوق الانسان في اليمن ان السجون والمعتقلات السرية لا تزال تعج باعداد كبيرة من الشباب المعتقلين كما تتحدث عن حالات كثيرة منهم فارقة الحياة جهاز الامن القومي وجهاز الامن السياسي لا زال فيه كثير من المعتقلين لدينا ما يقرب من 78 معتقل لا نعلم اماكن تواجدهم الانتهاكات والممارسات اللا انسانية التي طالت المعتقلين الشباب بحسب الحقوقيين تنبذها كافة المواثيق والقوانين الدولية والمحلية وهي سبب وافل لتقديم مرتكبيها للعدالة امر يصر الشباب في جميع الساحات على تحقيقه من خلال بقائهم واستمرار احتجاجاتهم حتى يتحقق هذا الهدف وهو محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وتعذيبهم بحسب وصفهم دعوات لطلقها الاهالي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بسرعة ضبط الجناه المسؤولين عن تعذيب الشباب المعتقلين وتقديمهم للعدالة عبد الكريم الشيباني الحرة صنع